أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الميامين المظلومين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلة ما خاب لا والله من تمسك بكم وآمنا من لجمى إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم دميا حسين مدى الزمان مخلدا نورا وصوت هداية لن تخمده هذا طريقك وهو سيف قاطع فيه تحطم من عليه تمرد يا سيد الأحرار يا سيد الأحرار يا رمز الإباء لولا كما عرف الزمان موحد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام إن الملائكة تنشر قميص الحسين في أول يوم من محرم من شهر محرم نسأل الله تبارك وتعالى ونحن بدأنا نقترب إلى طليعة عاشوراء وإلى اليال عاشوراء وإلى الغنائم اللي نكتسبها من أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هذه نعمة الله تبارك وتعالى أنعم علينا بها بأننا أصبحنا من الذين يشار لهم بالبنان بأنهم من أتباع محمد وآل محمد لا تعتقد هذه القضية قضية جاءت من فراغ وإنما هناك إرادة ربانية إلهية أن يبقى صوت المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الآن أيام لاحظ على أنه في جميع البلدان الإسلامية الغربية الأجنبية البعيدة القريبة تقيم هذه الشعائر شعائر المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حتى تأخذ الدروس والعبرة حسين سلام الله عليه عبرة وعبرة نأخذ من أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وحيث إننا نثبت في الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى النبي صلى الله عليه وآله بأننا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم على هذا حياة الإنسان المؤمن المسلم وما ماتنا على هذا الأمر كم تعرضت مدرسة أهل البيت شيعة أهل البيت إلى المخاطر إلى المضايقات لكن يبقى ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه من هذا المنطلق لعل في ليلة البارحة كان الحديث ولا بد لنا أن نتحدث بهذا الحديث على إنه التهيئ إلى مجالس الذكر لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه التهيئ لما يريده النبي صلوات الله وسلامه عليه لإقامة هذه المجالس بينت وهنا أشير كذلك على إن أول من أقام المجلس قد يتساءل الكثير من الناس السعالة ربما نحن لا نتساءل لأننا ولدنا على فراش الولاية لأهل البيت صلوات الله عليه لكن أكوناس تتساءل من أين جاءت هذه الأفكار على إنه تقام مجالس للحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا التساؤل يحق للإنسان أن يتساءل لكن لا بد أن يستمع إلى الجواب من خطباء المنبار من العلماء من أصحاب التأليم على إن أول من أقام المجلس وليس مجلسا مرة واحدة الخوارزم يروي في مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول في ولادة الحسين على إنه عمر الحسين عام واحد وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم سبعة عشر مجلس لأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هاي الإقامة اللي جاء بها النبي يقول عندما أقبر من جملة من الملائكة على إنه الحسين يقتل بأرض كربلا ولهذا لاحظتم بأنه عندما عرض لابن عباس حبر الأمة محمد بن الحنفية لمن يقل له أبا عبد الله اطلب غير العراق اذهب لليمان إلى سائر البلدان لماذا تريد العراق العراق هناك نكبة مع علي بن أبي طالب هناك نكبة مع الحسن صلوات الله وسلامه عليه شنو كان جواب الإمام أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال إني رأيت جدي النبي وقد أخبرني بالرؤية وقد أخبرني وإني لماض على ما أراده جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإني لم أخبر أحد هنا يلتفت له ابن عباس يقول له إن كان هكذا لماذا حملك هذه النسوة إنسان خارج لقتال أنت قاعد تبين أنت قاعد تقول لقد خط الموت على ولد آدم كما خط القلادة على جيد الفتاة وخير لي مصرح أن ألاقيه بين النواويس وكربلاء لماذا تحمل هذه النساء اللي فخر المخدرات مولاتنا زينب أخوات زينب أطفال عيال لماذا حملك هذه النسوة وإذا بالحسين يجيب قال شاء الله أن يراني صريع بأرض في العراق تسمى كرب وبلاء وشاء الله أن يراهن سبايا هذه الإشاءة موء بعنوان الجبر للحسين لا وإنما تكليفي الشرعي اللي كلفت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ما أظن حتى أصحح لأن الأمة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذت مسار آخر هذا المسار لا يعود إلى الصحيح إلى الطريق الصحيح إلا بدم الحسين صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول له أنا ماضي لما نقول إقامة المجالس أول من أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يخبر عندما يخبر أم سلمة بأن الحسين يقتل بأرض كربلا وقد قبض لي جبرائيل من تلك التربة وجاء بها إلى النبي هذا ما يرويه العام والخاص يعني هذه الروايات مو فقط من مدرسة أهل البيت العام والخاص المؤالف والمخالف يروي على أنه إخمار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا حتى كان التمهيد إلى أصحاب الحسين محمد بن الحنفي عند كلمة شي يقول بيها يقول إننا لنعلم بأصحاب الحسين قبل مصرع الأصحاب مع الحسين صلى الله عليه وسلم يقول ندرب أسماءهم نعلم بأسماءهم ولهذا لما نجد بعض الروايات عزد الغابة في ترجمة الصحابة يترجم لحبيب ابن مظاهر الأسدي هذا الرجل زعيم هم زعيم قبيلة وهم زعيم ديني الحسين يقل له إلى فقيه أهل الكوفة حبيب ابن مظاهر فقيه يعني الحسين يشهد له بمن؟ بالفقاهة شخصية عظيمة هذا واحد من أصحاب رسول الله واحد من أصحاب أمير المؤمنين واحد من أصحاب الإمام الحسن سلام الله على ختم هوي الحسين صلى الله عليه وسلم إزدل غابة في ترجمة الصحابة يترجم الحبيب ترجمة وحدة من القضايا اللي ينقلها شي يقول هذا مصدر من علماء جمهور المسلمين يقول ذات يوم رأى النبي رأى حبيب ابن مظاهر يسير يمشي خلف الحسين والحسين صلى الله عليه وسلامه عليه خفه الحسين يعني نعل الحسين تظهر غبار تراب وإذا بحبيب يحمل من ذلك التراب ويمسح بها لحيته يتبرك لاحظ شافه النبي صلى الله عليه ذره رسول الله عكذا مواقف يريد يثبتها كأنس مو أنس كان يخبر هذا واحد من الذين استشهدوا مع من مع الحسين أنس ابن كهل استشهد مع الحسين صلى الله عليه وسلام عليه اللي ينقل نفس الإمام السجاد يقول إن أبي الحسين ما بكى على أحد من أصحابه عندما برز إلى القتال كما بكى لهذا الرجل يقول لي يقول لهم لقد برز وقد رفع حاجبيه بعصابه 96 سنة عمره وقد تعمى وقد لف وسطه بعمامه ظهر منحني ويتجه للحسين يقول بكى الحسين هيا شابه بكى هذا إخبار من رسول الله كان يمهد المن يمهد لنصرة الحسين صلى الله عليه فش قال له قال له أتحبه يا حبيب تعدك علاقة بالحسين تحبه اللي تأخذ تراب وتمسح لحيتك تحب للحسين قال له إيه والله يا رسول الله إني أحب حسين أحب للحسين قال له يا حبيب فإذا شهدته فانصره إنت رحصير ضغوط لكن نصرة ولهذا أنت تستغرب مرة على أن المؤرخين ينقلون سبعمية من الصحابة كانوا في المدينة ما نصر الحسين إلا خمسة أو أربعة أو ستة على أكثر الرواية ولهذا قضية التوفيق جاء لأولئك توفيق تزديد رباني لنصرة أبي عبد الله هذا منين إجيه هذا إجيه من منطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان يخبر بما يجري على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هذا قبل مصرع الحسين بخمسين عام أسئلك بالله اللي الحسين ما قتل الحسين ما مثل بجسده الحسين ما سحقته حوافر الخيل ورسول الله يبكي على الحسين أما يحق لنا على أنه لما نقرأ الروايات اللي جرت على أبي عبد الله بأن الحسين يقطع بالسيوف إربا إربا تسحقه حوافر الخيل بعد يضاف برأسه من بلد إلى بلد ابن النبي ابن فاطمة ابن أمير المؤمنين اللي صاحب الفضل على هذه الأمة علي بن أبي طالب صاحب فضل على هذه الأمة تسعة وسبعين غزوة ما عرف لا هاربا لا خائفا لا متلعتما صاحب فضل على هذا الدين على هذا الإسلام اللي هو رسول الله يقول يقول لو لا أموال خديجة وسيف علي بن أبي طالب لما قام للإسلام عود لكن شوف الضغائن شوف الأحقاد شوف النفوس الضعيفة يواجههم الحسين يقلهم على أي شيء أنت قاتل سنة غيرتها مال انتهبته دم سفكته الجواب ولا زال هذا المعنى الجواب نقاتلك بغضا لأبي بغض لعلي ابن أبي طالب شوفوا الإمام السجاد الإمام عنده كلمة شي يقول يقول عتبت على الدنيا هذا شعر ينتسب للإمام مو لسان حاله مرة أكو لسان حاله ومرة لا هو الإمام يقوله هذا الشعر منسوب للإمام يقول عتبت على الدنيا فقلت إلى متى أكابد هم وحزنا ليس ينجلي شوفوا التحدي اللي إحنا أتباع أمير المؤمنين ما يؤمن الأيام الدنيا سلكة قالها مصائب وآلام عتبت على الدنيا فقلت إلى متى أكابد هم وحزنا ليس ينجلي أكل شريف من علي نجاره يمر عليه الماء ليس محللي يعني الماء يمر جاوبة الدنيا هو الإمام يقول أجابتني الدنيا فقالت بلى يا ابن الحسين رميتكم بسهمي عنادا منذ أن طلقني علي بدأت المصائب متى عندما طلق الإمام الدنيا ولهذا تشوف تلاحظ النبي صيح بأعلى صوته حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين أسئلك بالله اليوم أنت تجي المجلس مأتم وبذكر الحسين بنعم فضائل الحسين فضائل أهل البيت هاي المجالس هاي المأتم هاي ما تدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدخل السرور لا شك ولا ريف هذه من بديهيات من أبجديات الدين على إن ذكر أهل البيت بل أسماءهم كنت مرة اسم النبي اللي رسول الله يقول من كان له أبناء ولم يسمي بإسمي فقد جفاني زينا نسئلك بالله يوم اللي أجي أقعد بالمجلس وأرفض كل إنسان وقف في وجه الحسين سلام الله لأن هذه الوقفة وقفة ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد مبادع رسول الله ضد أفكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك ولا ريب هيتدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وآله ولهذا الخوارس مش يقول يقول سبعة عشر مجلس يقيمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة لأبي عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم حتى قضية التساؤل الرواية اللي مر عليكم على إنه الحسين يقتل في أرض كربلة والحسن يدس له الزم السئلة الزهراء تقول له وهل هناك أحد قال هلا أنا ولا علي ولا نعم ولا أنتي ولا الحسن قالت لإذن من يبكي على الحسين شوف هاي النعمة اللي الله نعمنا به عليها هاي دائما نقول هاي نعمة قالها إن الله خلق له شيعة مقضية اعتباطية جهود كانت متضافرة على قبر الحسين على فكر الحسين لكن شاء الله أن يجعل للحسين مأتم في كل مكان في كل مكان ولهذا ماذا قالها قالها خلق الله له شيعة يبكون على الحسين شنو أجر هم دون هذا اللي يبكي على الحسين شنو أجر يا رسول الله بدأ يعدد النبي صلى الله عليه وآله الفضل لهؤلاء ثم الزهراء ماذا قالت هاي اللي احنا الله منع لنا لا عذب الله أمي إنها شربت من خير ثدين حباه الله في المنني وأرضعتني حب الوصي وغدتني في اللبني أبي وأمي هذا شعارنا أبي وأمي بحبل المرتضى اعتصم فصرت مندي وذا أهواء أبا حسن تبشر الأم الزهراء سلام الله تقول أنا ما أدخل للجنة حتى تدخل أمهاتهم إلى الجنة هذا جزاء من الزهراء سلام الله زين هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجي إلى روايات أهل البيت في إقامة مجالس الذكر الإمام الصادق يصرح على أنه رحم الله من أحيا أمرنا يترحم الإمام سلام الله عليه اللي كان يحث بعض أصحابه يقولهم قيموا مجالس الحسين قيموا مجالس الذكر السيد الحميري سيد اسماعيل هذا رجل سيد اسماعيل مو بالنسبة السيد لا كان عين من أعيان قومه سمونا سيد هذا كان يجي للإمام الصادق يقرأ عنده شعر يكرم الإمام لكن هذا كان اسماعيدي بعضهم يقولون لا مو اسماعيدي كيساني ولهذا شي يقولون هو اللي الدور بعد ذلك لما رجع للإمام الصادق قال تجعفرته بسم الله والله هو واحد يعني يمدح الإمام هذا كان يجي للإمام الصادق يصعد الإمام الصادق يقرأ قصائد بالحسين والعلويات يسمعن ضارب ستار وشيعة الإمام جالسين ويطلع يطلع وراه الإمام يكرمه يهدي له هداياه اللي بعضهم يقول كنا ننظر للإمام يطلع خلفه حافية الأقدام إمام الصادق يسأل بعض أصحابه يقول له سيدي ابن رسول الله ويتكرمه أنت هذا صحيح خطيف صحيح شاعر قال له أنه لا يذكر جدية الحسين يذكر جدية الحسين بعد ثم يلتفت الإمام قال له إذا مر الشيعتنا على الصراط والله التعرض منه اللي يقدر يذكر الحسين آلام قتل ممنوع يمنع من العطاء بعد تهدم داره قال إذا مر الشيعتنا على الصراط فالشيعة مو كلهم معصومين بيهم اللي يكذب بيهم اللي يستغيب بيهم 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 لكن أكو قضية ما قال له؟ قال له إذا مر الشيعتنا على الصراط وزلت بيهم القدم قدم تروح وإذا زلت بيهم القدم ثبتت الأخرى بولايتنا آل محمد هذا اللي تثبت بيهم باللي يسجل اسمه للزحراء صلوات الله أفتر بالمجالس دفتر بيدي ملاحظ؟ مرات الشعب يطرونها تقول أفتر بالمجالس دفتر بيدي وسجل الناس كلها التبجل واليدي لأبي عبدالله سلام الله هذا رسول سلام الله إمام الصادق يقول أقيموا المجالس قيموها للمجالس احيوا هذه المجالس وهذه السلسلة استمرت تلاحظ الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كان يدفع الأموال لأقامة المجالس السنة اللي انقتل بيها الحسين بالسنة اللي بعدها يقول عقدت المجالس بالمدينة مهمة مجلس واحد لا مجلس عقده عبدالله ابن جعفر زوج مولاتنا زينب مجلس عقدته مولاتنا زينب مجلس عقده الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ولهذا احنا لما نقول نقيم المجالس مجالس أقامها الثقل الثاني لمن؟ للقرآن احنا عندنا مشروعية إلى إقامة المجالس ثانيا هذا الخطيب الذي يرتقي المنبر يذكر هو رضا لله وصلاح لمن؟ للعباد يتحدث عن فضل أهل البيت عن فضل أبي عبد الله عن فضل الأئمة صلوات الله وسلامه عليه ومناقبهم ومعاجزهم ويتبت في قلوب الناس المحبة إلى الإسلام والإلف بين الناس هذه مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولهذا أهل البيت ركزوا على هذا الجانب وهو إقامة المجالس لأبي عبد الله رتبوا على أنه جاءوا بروايات في البكاء على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يعني لمن يجي النص هناك بعض الأخوة يتساءل يقول لان لمن يجي النص من الإمام من تباكى هذا من تباكى يعني ما بكى من تباكى أوليس هذا ريا مرة واحد ما تجي الدمعة ويتباكى على أبي عبد الله يقول له ونص جاءنا من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونص جاءنا من الإمام الرضا من تباكى على أبي عبد الله يعني يظهر للناس بأن هذا المجلس فيه أنه فيه بكاء على أبي عبد الله هذا البكاء يريد يبين بأنه هو رافض إلى أولئك السلطة اللي قامت بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه واللي وقفت بوجه الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذه كلها أدنى بشروعية من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله أن نوفق للبكاء على الحسين وحضور مجالس الحسين صلوات الله وسلامه عليه تتقرس سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية علماءنا مراجعنا سيد الخوئي ينقلون عنه يقول ثلاثة أيام قبل أيام محرم يأتي إلى مسجد السهلة مسجد سهيل اللي بالكوفة قبل محرم بثلاثة أيام يسئلوه اسمحها العبارة هذا عالم يسئلوه يقولوا ليش أنت تأتي قبل ثلاثة أيام إلى السهلة ماذا تريد؟ قالهم أنا أتوسل بصاحب العصر والزمان أن أتوفق للبكاء على أبي عبد الله توفيق إلى أبي عبد الله واحد من علمائنا من مراجعنا يقول لما نعقد المجلس أكو بعض الناس لما يبكي يبكي بحرقة للحسين يقول هو يلتفت بالمجلس يختار لفد عشرة من الجالسين يقول يرسل عليهم إلى داخل المنزل يسئلوا واحد واحد يقولوا أنت تحب الحسين قال لي والله أحب الحسين قال له هذا كفني إذا بكيت فاجعل دموعك في كفني دمعة تطفي هذه الدمعة أنا ما يحتاج أخذ من علان وفلان أنا عندي الصادق اللي هو يقول شمروا وغربوا فلا تجدوا علم كعلم جعفر بن محمد الصادق اللي الدمعة تطفي أحقاب وديان من نار جهنم وهذا قليل في حق الحسين صلى الله عليه وسلم هذا قليل في حق الحسين صلى الله عليه وسلم الله أعطاه هذه القلوب ولهذا واحد من علمان شي يقول يقول الحسين ما قاتل من أجل سلطة الأعواد اللي كانوا يقاتلون من أجلها راحت ما بقى إلى ذكر الحسين قاتل من أجل أن يكون في قلوب المؤمنين له أعوات صدق اليوم كل قلب مؤمن كل قلب طاهر باتر أنت جنابك المبارك إن شاء الله خطبائكم راح يصعدون باتر أنت لا شعوريا السنة تمر أنت تشوفوا الهلال في كل سنة لكن باتر إذا قالوا لك هلالي محر إنت لا شعوريا تذكر الحسين تذكر المصيبة اللي جرت على الحسين سلام الله تذكر الآلام اللي مرت على الحسين صلوات الله وسلامه عليه يلي تناشدني علي من تهمل العين يلي تناشدني علي من تهمل العين كل البكة والنوح والحسرة يلي تناشدني علي من تعمل العي كل المكة والعيح والحسرة على عباب قلب وتضغر بصفة دموع مجمور في حب ولا شب يبطأ هذا إلك البيت يا رأيتك أبل أظل عهد رضعت يا رأيتك أبل أظل عهد رضعت أظل من قبل خد تعفرت نحن شيعة لرسول الله نبكي على أبي عبد الله لأنه مرت عليه المصائب ولا ألم نواسي الزقر نواسي رسول الله نواسي أمير المؤمنين نواسي أمير المؤمنين يا أيام جيدت أو إله أو إله يا بن الماء حضرت أو لا أغزل تجدت يا أيها يا أيها يا أهدف أنت يا أيها يقول مواقف متعددة مرت على أبي عبد الله هناك موقف ما نسأل رسول الله أي موقف لما كان الحسين على رمضان كربلا وهو ينادي وحق جدي رسول الله إني لعطشا جاءت مولاتنا زينب عليه السلام جلست عند الحسين عليه السلام الشيع الغيور لمن يسمع شلون ما يحلي أيام عشورا جلست يم ابو علي حسين ورعيني ماذا تريد قال أخي يا زينب العطش العطش وحق جدي رسول الله إني لعطشان يقول زينب نظرت يمينا شمالا جيش واقف على الماء صاحت يانا يسترب المشرق أمني يانا عطشان يا أمس يمينا بجب لجيب الماء العزي يقول لكن ماذا صنعوا يمينا بجيب الماء يمينا بجيب الماء يمينا بجيب الماء على الصدر اكتفوا هذا المعنى لا يقول الخيل تجول على أبي عبد الله ولهذا شي يقول الراوي يقول زينب نظرت إلى تلك الخيول يا أبا عبد الله تستحق هذه المجال سوى الماء قال تنر تنشد الخيال المجبلين المجبلين والله اللعبة على ابن أمي ميادي والله ميادي 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 والله بعد يوين لبطل حسين والله بعد يوين لبطل حسين هيا ناحيين نجيت طيبة مقبلة فعرج على مجزرة الظلع معولة وحدث بما فت الفو ديم فالصلاوي هفاطم لو خيلة الخطيب انته هفاطم لو خيلة الحسين وقعد ما تعايت شانا بشا اطفرات اذا لطمت الخدفاء طماعي عنده واجريت دمع العين الوجنات يا الله شاء الله مجلس منظور ونظرة نظرة الزهراء نظرة الإمام إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله محمد نقسم عليك بالمضطرة بين الحائط والباب فاطمة الزهراء من كان فينا مريض اللهم ألبسوا ثوب الصحة والعافية من كان فينا صاحب حاجة اللهم قضي حاجته إلهي نسألك بسيد الشهداء بعطش الحسين بمصيبة الحسين بما جرى على الحسين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بعيب مستور وذنب مخفور بمحمد وآله السادات البدور يا الله ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد واخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمد وآل محمد اللهم احفظ بلاد المسلمين لا سيما هذا البلد ادفع عنه شر الأشرار وكيد الفجار بمحمد وآله السادات الأخيار يا الله القائمين المؤسسين اللهم احفظهم سددهم لما يرضيك ارحم موتاهم الجالسين اموات المسلمين اموات الجالسين المستمعين امواتنا اموات شعة امير المؤمنين لا سيما القبور المنسية الذين لم يذكرهم ذاكر رحم الله من اهدا ثواب الفاتح مع الصلوات الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا